في الحقيقة احنا السنة دي بنصوم رمضان في طقس متقلب جدا يعني احنا مش فاهمين الطقس عامل ازاي هل هو حر هل هو برد شوية امطار نلاقي بالليل نسمع رعد وده شيء جديد علينا في هذا التوقيت من العام رعد وبرد بعد كده نلاقي بعد كده حر وطراب في الحقيقة ما بقناش عارفين نعمل ايه هل نستغنى عن الهدوم الشتوي ولا لسه درجات الحرارة ممكن في وقت من الوقات تتراجع مرة تاني الإجابة في التقويم المصري الأزيم احنا في شهر برامهات شهر برامهات بيقولك جدودنا كان يقوله شهر برامهات انزل الغيط وهات يعني ايه يعني بيحصل فيه الهوى الكتير قوي اللي بيحصل فيه الأول الهوى ده بيبقى محمل بحبوب اللقاح علشان يحصل التلقيح هو ده الوقت اللي بيحصل فيه التلقيح للزراعة ده موسم الزراعة الأساسي أيام زمان لو ما كانش طبعا كانت الزراعة بتبقى الزراعات بمواسم فبقى نرى برامهات برامهات أول عشر تيام منه معروف فيه برد الحسوم أو برد العجوز ده اللي هو بيقع عشر تيام الفاصل ما بين الشتاء وما بين الربيع عشر تيام البرد خلصوا دول بيبقوا في أول برامهات واحنا دخلنا بعد كده في باقي الايام فدلوقتي انت متوقع هتستمر معاك هوا وتراب وحبوب لقحم محملة في الجو لايعين مرضى الحساسية وخلصنا كده لكن المفروض مفروض على التقويم ان خلص خلصنا البرد هو مفروض ان احنا خلصنا البرد لكن خليني برضو اقولك ان شهر ابريل او الفصل ده الخبراء الأرصاد الجواية بيقولوا ان ما بقاش فيه ربيع وما بقاش فيه حريف زي زمان يعني مش بالشكل اللي احنا عارفينه بقى فيه شتا شديد البرودة وشديد يعني سائع جدا وبقى فيه حر شديد جدا برضو بس ده كان موجود من زمان فيه برضو في أشهرنا في التقويم الفرعوني القديم وتقويم القديم توبة يخلي الصبية كاركوبة كنا بنبقى عارفين زعبي بقى مشير كل حاجة صحيح ان اختلفت حدتها ولكن هي ماشية زي ما هي كانت موجودة احنا ع 2024 ارجعي 2014 عشر سنين وراء عشرين سنة وراء هل التقص زي دلوقتي حدته اختلفت الحد اختلف ولكن هي في نفس السياق طبعا طبعا احنا بنتكلم في نفس السياق ولكن خلينا نتفق برضو ونقول ان التغيرات المنخرة اللي حصلت في العالم وخبراء الأرصاد الجوية اللي اتكلموا في القصة والمؤتمرات الدولية اللي بتعقد دائما في كل أنحاء العالم مكتبعا على رأسها قبط وانتي سيفن اللي عقد في شرم الشيخ كلها تكلمت عن هذه الأزمة تمام خلينا نقول برضو ان مش طبيعي ان احنا نشوف كل الفصول في يوم واحد يعني الصبح بدري هتلاقي الجو برد جدا وسط النهار هيبقى حر حر حقيقي حر بجد الناس يعني بتبقى ماشية بتشارتها تبليل بتلاقي مطرة أو بتلاقي الجو سائع وتلاقي الناس لابسة جواكت فالتلت فصول في يوم واحد ده برضو شيء ما تعودناش علينا رسميا الشتاء خلص من حوالي عشر أيام احنا دلوقتي مش المفروض نكون في مرحلة البولوفر والجاكت خالص لو معنا حاجة خفيفة ليه الحركة دي مقبولة ولكن رسميا ما فيش شتة خلاص التغيرات المناخية اللي بتحصل دلوقتي اعتقد ان هي سبب رئيسي في التقالبات الحدة اللي بنشوفها في الطقس وبنشوفها في درجات الحرارة لكن اعتقد ان برضو هيئة الأرصاد الجوية مش مؤثرها انها تفضل تقول لنا تحقيقي كل شوية الابديتس وكل شوية ايه اللي بيحصل وحنا معتمدين عليها اعتقد ان احنا هنفضل في التقس الربيع ده لغاية مثلا شهر مايو الجاي ما اعتقدش ان احنا هنرجع للجاكت ستقيلة والبولوفر تاني خالص خلينا نشوف في الدنيا هتمشي ازاي صحيح الشتة ده كان صعب كان فيه فيروس او يعني متحور جديد من متحورات كورونا كان قاسي جدا اللي خده فضل معاه فترة طويلة تعبنا منه كان فيه حقيقي البرد هذا العام كان كان شديد كان قوي ف ربنا نسلم كل الناس نتمنى ان الصيف ما تجيش النسخة بتاعته على يعني ايه نفس المستوى وزي ما قالت مننا خبراء لرصال الجوائي مش مأثرين دايما بنتابع نشراتنا الجوائي اللي بقى فيها تحزيرات يوم بعد يوم بالدرجات الحرارة وبمستوى الرطوبة في الجو احنا موجودين معكم النهاردة على مدار الحلقة مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر